كمان بعد الجول لقينا شوية اللعيبة هدت اللعيبة ابتدت ان هي يعني تلعب اللعب بتاع دول شمال افريقي اللي هو يعني بيحاولوا ان هم يعني موتوا شوية اللعب وده حاجة بالصراحة بردت نارنا احنا كجمهور بشجع يعني رأيك ايه في الاداء بعد الجول اختلف تماما اختلف تماما يعني مع نزول افشة والسلية في نص الملعب وديانج موجود وكان عد قادر وشريف مع التغييرات اللي حصلت لا اختلف تماما زي ما انت قلت بالزبط يعني بدأنا نعمل زيهم نبدأ نضيع وقت شوية نقع شوية نضيع الكرة شوية مع لعب النادي الاهلي رجع تاني ايوه اللي هو احنا متعودين عليه اللي هو احنا عارفينه اللي هو اللعب الكرة والاستحواز وتوصل بتعمل كرصات وتوصل من العمك وتوصل من اطراف رجع تاني بعد الجون فده مع ده خلى شكل النادي الاهلي بشكل تاني وصلنا كتير بقى بعد الجون زي ما انا قلت وصلنا 4-5 كورة انفراضات فالنادي الاهلي لا ري يعني بعد الجون العصاب هديت الامور هديت كلها الدنيا بقيت تمام ادرنا نمسك كورة هم بدأوا يتعصبوا بدأوا يرجعوا يبقوا زي النادي الاهلي في الشطر اولا بقى ده هم بقى اللي تعصبوا هم اللي بيجروا يجيبوا الكورة بسرعة هم اللي عزين يطلعوا يجيبوا جون عزين يتعادلوا معنا فانت خلاص بقى امور اختلفت بقى هم الاهل في الشطر اولين واحنا الودات في الشطر اولين بقى ده هنمسك الكورة بتاعتنا نلعب الكورة بتاعتنا بتاعت الندي الاهلي المعروفة قدرنا نوصل مرة و 2, 3 و 4 فخلاص yeah i assumption استحوذنا عن المباراة وقدرنا نقتل المباراة بلغة الكورة بتاعتنا بقى لغة الكورة بتاعتنا ده خلاص موتنا المطش اللي احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه من المطش وخرجنا برضو انا عايز اتكلم برضو في حتة تحت نص الملعب احنا عندنا يعني مش هقول مشكلة بس فيه اللي هو كده ريت فلاج فيه لمبة حمره يعني بتضيق انه اليو ديانج مش مكامل معنا خلاص مفروض الموسم اللي جاي بالتوفيق يعني ليف مشواره الاحترافي في اوروبا احنا وقد يكون حمدي فتحي قد يكون هيخرج اعارة لأحد الاندية الخالجية اصبح عندنا تقريبا الاعمدة القوام الرئيسي اللي بيعتمد عليه مارسل كولر في وسط الملعب هيبقى فيه يعني شبه مشكلة رأيك في مين افضل التدعيمات اللي ممكن يدعم بيها صفوفه للموسم اللي جاي بس هو يعني مبدئيا انا ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيقدر يستغن عن اتنين في مكان واحد ممكن واحد وواحد يستنى احنا بنقول دائما في الوراسك السيناريو يعني من افترض الاسوأ في علم الادارة يعني انت بتفترض الاسوأ تمام انا معاك بس انا بقولك ان انا اعتقدر يعني النادي الاهلي انا متربي فيه وعارف الامور هتدار ازاي اتنين في مكان واحد اعتقدش انها تبقى صعبة شوية وكمان اتنين من الاعمده الرئيسية الاساسية في الملعب كلار ما بيستغناش عنهم الاتنين فما اعتقدش ان الاتنين يطلعوا ولو طلعوا الاتنين مروان موجود السلية موجود اكرم توفيق ربناش فيه ويرجع بالسلامة هيرجع يبقى اكرم توفيق مش وسط ملعب اكرم توفيق الجناعة لا ممكن يبدأ نص ملعب مع تقلق هاني في ناحية اليمين ويرجع نص ملعب تاني وهو اصلا نص ملعب بالضبط هو مكانه الرئيسي ان هو بيلعف نص ملعب بيلعب كمين بقى كان هو بيلعب كفنوك بيلعب نص ملعب مكان حمدي كده او دينك يعني ما كانش بيلعب ستة مكان مرعون لأ كان بيلعب ارتكاز يعاني اه ده اصلا مكانه الطبيعي نص ملعب وراجع بكرا يتقده بشكل كويس وتقلق في المكان دوت وخلص والامور مشت تمام وزال هاني دلوقتي راجع هاني بتاع زمان اللي هو اول ما بدأ في النادي الاهلي بتقلق لا لسه كنت برضو بقول المبارح نهو هاني في عندنا كابت محمد هاني وفي حسين الشحاياة وفي بيرسيتاو الناس دي كانوا يعني قابق قوسين اواد ان هما يتم الاستقلق عنهم شوفنا الاداء بتاعهم التطور في الاداء الفردي انا ما بكلمش وهنا لما بكلم على عظمة كولر السعلب السويسري مش فقط على صعيد ان هو غير التكتيك التكتيك وشكل الاداء له النادي الاهلي بس هو كمان عمل حاجة اعظم من كده ان الكوالاتي بتاع اللاعب ذات نفسه تغير تماما سواء هاني محمد هاني حسين الشحاياة بيرسيتاو الكوالاتي بتاع اللاعب اتغير تماما 100 و 80 درجة اتغيره تماما انا دايما بقول المدير الفني ما بتكلمشه فنيات وكورة بس صحيح لا نفسي قبل فني صح طول ما انت بتتعامل مع اللاعب بتاعك نفسي كويس صح وبتحيق له الظروف النفسية وال يعني ان نازل مطش نفسيا مرتاح هقدر اطلع لك كل اللي عندي جواي لكن طول ما انا مش مرتاح نفسيا مش هقدر اطلع حاجة انت كلعيب كورة ويعني من ناشئي النادي الاهلي وغسط فيه واندمكت مع الكيان ده ايه الحاجة اللي هي كممكن مثلا تخليك تقول الله لا انا الاداء بتاعي ممكن ما يكونش على افضل حاجة في المباراة دي انا كلعيب انا محس بنفسي يعني انا كل اللعيبة يعني مش انا اي لعيب بيحس بنفسه انا عارف انا امتها بقى كويس او امت انا كويس النهاردة مقدي بشكل كويس و امت انا خارج من المطش انا قديت بس مش عبدالله او قديت بس مش هاني يعني حاولت اعمل اللي علاية بس لا مش انا الناس مش تعودة علي بالاداء ده لا انا اداي احسن من كده فانت كطبيعه انت كالعيب بتحس بنفسك انا النهاردة لا قديت المطلوب مني على اكمل وجه وعملت كل حاجة ممكن تتعمل لا النهاردة انا قديت بس مش انا انا عملت اللي علاية اوه كان عندي قلب وروح ودريت الحتة الفنية بالحتة اللي هي الكتالية شوية في الملعب ان انا هاجري واخر يبقى عندي قلب وروح وان انا ادافع عن التشيرتين انا لابسها وعمل اللي علاية بس الفنية لسه ما جاتش فانت انت طبيعي العيب اي العيب بيحس بنفسك ان هو اذا كان كويس او قدل عليه او ان هو لا النهاردة انا فيه حاجات مش مقداش بالعشرة على العشرة